بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد يطيب للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فعلى بركة الله تستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في هذا المكان المبارك ومع هذه الجموع الطيبة التي تحضر رغبة في التزود في العلم نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياهم الأجر والمثوبة وأن ينظر وجوه الحاضرين وأن يجعلنا وإياكم ممن تتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده أيها الإخوة الكرام لقد جاءت هذه الشريعة برعاية مصالح العباد في أمور المعاشي والمعاد وسعت إلى حفظ دينهم وأنفسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم وهو ما يعرف بالضرورات الخمس كما جاءت هذه الشريعة برعاية الأمن للبلاد والعباد وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلداً آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وقال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فكل ما يأتي محققاً للأمن والسلامة ورعاية مقاصد الخلق في حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم فهو من الأمور التي جاءت بها الشريعة وما خرج عن ذلك فإن الشريعة تنهى عنه ولهذا فإنما يحصل في بعض المجتمعات من التساهل بأمور الدماء وكذلك حمل السلاح على المسلمين وسلوك مسالك العنف أمر ترفضه الشريعة ولا تقره الديانة والملة بل جاءت هذه الشريعة بعصمة الدماء ولزوم الجماعة يقول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً ويقول عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مرئ مسلم ولهذا فإنما حصل من الحادث الإجرامي في حدود بلادنا بلاد الحرمين الشريفين الحدود الشمالية من اعتداء على رجال الأمن الذين يقومون بجهود كبيرة في حماية ثغور وحدود الحرمين الشريفين لا شك أن هذه جريمة شنعاء بشعة لا يقرها دين ولا عقل ولا أخلاق ولا مثل ولا قيم وإنما يستنكرها ذو الشرف والديانة لأنهم يسعون إلى حفظ دماء المسلمين ويجب على المسلم أن لا يغتر بمثل هذه الأعمال الشنيعة بل يحرص على تحريمها وتجريمها واستنكارها والاستنكار على من يقومون بها أو من يتساهل في مثل هذه الأعمال الشنيعة ولا يزال دعاة الفتنة وأهل العنف وسفك الدماء والضلال يقومون بهذه الأعمال الإجرامية ولكن الله حافظ وحافظ بلاد الحرمين الشريفين وحافظ ثغورها وحدودها وبلاد المسلمين جميعا لأن هذه الابتلاءات ينبغي أن يتحملها المسلم بالصبر والاحتساب ولزوم الجماعة والإمامة وأن لا يغتر بهذه المسالك التي عليها أهل الضلال وخوارج العصر الذين يحملون السلاح على الأمة وعلى المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حمل علينا السلاح فليس منا ولهذا فإن الواجب تعزيز أمن البلاد والعباد وكذلك تحقيق الأمن الفكري بالحذر من مسالك التفجير والتكفير والتدمير والعنف والإرهاب وما إلى ذلك من المسالك الضالة نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين وأن يكفينا والمسلمين شر الأشرار وكيد الفجار إنه جواد كريم نعم قوله تعالى فاصبر على ما يقولون التفسير في أواخر سورة قاف من يحفظ المقطع من الإخوة من يحفظ المراد تفسيره وقد اتفقنا على أهمية حفظ المتون ولسيما حفظ كتاب الله أولا وكذلك حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل فاصبر على ما يقولون بعدما ذكر الله عز وجل تكذيب الكافرين لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أمره بالصبر والصبر هو الحبس حبس النفس على الطاعات فعلا وقولا وحبس النفس عن المعاصي تركا واجتنابا وانتهاءا وحبس النفس على أقدار الله المؤلمة وهذه أنواع الصبر الثلاثة فأمر النبي الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر وذلك قبل أن يؤمر بالجهاد والقتال وقد ورد أمره بالصبر في آيات كثيرة ومواضع متعددة من القرآن الكريم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وفي الآيات الأخرى وهجرهم هجرا جميلة وفي آية طاها فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقنون والآيات في الصبر كثيرة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وهكذا ثم قرن الصبر بالتسبيح وكأن التسبيح هنا تسلية لمن يصبر فيشتغل بالتسبيح والصلاة عن الاستماع للمكذبين وإنما يجب على الداعي إلى الله عز وجل والأمر هنا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم وأمر لكل داع إلى الله فلابد أن يصبر أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين يأتي الأمر بالتسبيح تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل داع إلى الله أيمضي على طريقك في الدعوة إلى الله ولا تلتفت إلى ما يقوله الخصوم المكذبون الجاحدون الواقفون أمام الدعوة بل عليك أن تشتغل بالدعوة إلى الله مع الصبر وأخذ العدة بالصلاة والتسبيح ولهذا جاء في الآية الأخرى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجرين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فاصبر على ما يقولون ما يقوله الكفار والمكذبون والجاحدون إما من تكذيب الدعوة وإما من رمي صاحب الدعوة بالسحر أو الشعر أو الجنون أو الكهانة وغيرها من الأوصاف التي دائما تطلق على دعاة الحق فيجب على الداعي إلى الله عز وجل أن يصبر وأن ينشغل عن هذه الأقاويل بالتسبيح والتسبيح هنا في قوله وسبح بحمد ربك إما أن يراد به التسبيح المطلق وإما أن يراد به الصلاة فإن الصلاة تسمى تسبيحا ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر وقبل الغروب يعني صلاة العصر هذا من الأقوال في معنى قوله سبحانه وتعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب والصلاة تسمى تسبيحا لأنها تشتمل في ركوعها وسجودها على تسبيح الله عز وجل سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى ركعتين ركعتين فسمها سبحة الضحى وهي صلاة الضحى لأن الصلاة فيها تسبيح ويجوز في لغة العربي وفي أيضا الشرع كما دلت عليه هذه الآية أن يعتاض بالجزء عن الكل يعبر بالجزء والمراد به الكل هذا معنى قوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب القول القول الأول قبل طلوع الشمس وقبل الغروب أنها صلاة الفجر وصلاة العصر وورد أن المراد بها قبل صلاة قبل طلوع الشمس أيضا صلاة الليل صلاة المغرب وصلاة العشاء فإنها كلها يطلق عليها قبل طلوع الشمس وقبل الغروب صلاة الظهر وصلاة وصلاة العصر ومن الليل ومن الليل يعني صلاة إما أن يكون المراد صلاة المغرب والعشاء فإنها تصلى بالليل وإما أن يكون المراد قيام الليل ومن الليل فسبحه وقد ذكر الله عز وجل عن المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وقد كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل وقد كان واجبا عليه في أول الأمر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا وقد ورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة وفي رواية ثلاث عشرة ركعة فالمراد ومن الليل أي التهجد قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فهذه الصلوات إذا قام بها المسلم فإنه يستغرق فيها يومه كله يصلي في النهار ويصلي في الليل ويصلي قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه نعم وأدبار السجوم التسبيح لله هو الصلاة أو هو مطلق التسبيح ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقد ورد أنها أعظم الكلمات كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والحديث الصحيح أيضا ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تهليلة صدقة وبكل تحميدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة قال وَأَدْبَارَ السُّجُودِ هذه قراءة الجمهور بفتح الألف وَأَدْبَارَ السُّجُودِ يعني عقب الصلاة أَدْبَارَ السُّجُودِ هي النوافل النوافل والمكتوبات وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها صلاة ركعتين بعد المغرب وَأَدْبَارَ النُّجُودِ في سورة الطور هي صلاة صلاة الفجر إذن وأَدْبَارَ السُّجُودِ بالفتح هذه قراءة الجمهور وقرأ غيرهم بالكسر وإدبار السجود أعني أن الجمهور على قراءة وأدبار السجود وقرأ غير الجمهور بكسر الهمز وإدبار السجود يعني بعد انتهاء الصلاة وورد أن المراد بذلك هو آخر الصلاة لأن دُبُرَ كل شيء آخره ومنه دُبُر الدابة والمكان أي آخره والمراد آخر الصلاة ولهذا ورد أنه يسبح ويدعى في أدبار الصلوات إذن اتضح لدينا أن أدبار السجود يراد بها ما بعد الصلاة الفريضة سواء من التسبيح أو من النوافل والروات وبهذا يستغرق المسلم وقته مصليا للفريضة والنافلة يومه كله ومشتغلا بالتسبيح والصلاة فرائض ونوافل وأدبار السجود يعني إما أدبار في نهايتها أو بعدها ومن الليل فسبح وأدبار السجود هذا كله في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وانشغاله عليه الصلاة والسلام بالدعوة عن أن يلتفت إلى قول المكذبين والجاحدين ثم جاء رد العجز إلى ما اجتملت عليه صدور آيات سورة قاف من التذكير بالبعث والنشور قال واستمع ينشغل الإنسان بالعبادة والصلاة والتسبيح إلى أن يتوفاه الله ثم بعد وفاته وقبره سيتحقق البعث كما هو ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر المؤمن يؤمن أنه سيكون هناك بعث وجزاء ودار آخرة واستمع يا محمد واستمع أيها العبد واستمع أيها المسلم كل الناس مخاطبون بالاستماع الاستماع لماذا؟ الاستماع للهول العظيم وللأمر الجسيم الذي هو البعث والقيام من الأجداد والقبور والبعث منها واستمع يا محمد سماع قلب وسماع تذكر وسماع اهتمام واستعداد لما بعد الاستماع فإن الواجب أن يستمع العبد الأمور بقلبه لا بمجرد سماعه بأذنيه فقط وسماع القلب يعني الاهتمام بهذا المسموع واستمع يوم ينادي المنادي وهو إسرافيل عليه السلام الموكل بالنفخ في الصور وهذه النفخة الثالثة نفخة القيام لرب العالمين يوم ينادي المنادي من مكان قريب المكان قريب للناس وليس بعيدا عنهم وقد ذكر أهل العلم أن هذا المكان هو صخرة بيت المقدس صخرة بيت المقدس هي التي ينادي منها إسرافيل في النفخ بالصور ليقوم الناس من أجداثهم وقبورهم ويبعثون إلى رب العالمين وقد ورد في الحديث أن إسرافيل ينادي أو ملكاً ينادي أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة والشعور المتمزقة هلموا إلى فصل القضاء فتذهب الأرواح وقد جمعت في الصور عند رب العالمين تذهب هذه الأرواح إلى أجسادها حينما تخرج من القبور وفي هذا دليل على قدرة الله عز وجل وإحاطته وحكمته وعلمه بكل شيء فلا يعجزه شيء سبحانه واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب هذا المكان هو صخرة بيت المقدس وهي قريبة من المخاطبين وقريبة من المراد الحديث إليهم وهي أيضاً ليست بعيدة على قدرة الله عز وجل في أنها تكون قريبة من جميع العباد يوم تشقق الأرض ما ذكرنا يوم تشقق بعد يوم يسمعون الصيحة بالحق بعدها إن بعدها إننا نحن نحي ونميت يوم تشقق نعم أحسن يوم يسمعون الصيحة بالحق حينما يقوم يقوم الناس من قبورهم من خلال سماعهم سماع قلوبهم وسماع انتباه والدكار وهول لما يحصل يوم يسمعون الصيحة بالحق المراد جميع الخلائق وأولهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد ورد في الحديث عند مسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض عليه الصلاة والسلام يسمعون الصيحة التي هي النفخة نفخة إسرافين في الصور لقيام الناس لرب العالمين وهي نفخة الفزع ونفخة القيام لفصل القضاء بين يدي رب العالمين سبحانه يوم يسمعون الصيحة بالحق بالحق أي الذي لا مريت فيه واقع لا محالة واقع حقا وصدقا أو بالحق بالبعث والبعث حق فالأمر ظاهر في المعنيين كليهما يوم يسمعون الصيحة بالحق يعني هذا هو الحق الذي لا مراء فيه ولا شك ولا ارتياب أو يسمعون الصيحة بالحق بمعنى بالبعث وهم قد كذبه بعضهم والآن أصبح حقا واقعا لا يمكن أن ينكره أحد ذلك يوم الخروج ذلك اليوم الذي ينفخ فيه الصور يوم يخرج الناس من قبورهم وأجداثهم لفصل القضاء بينهم بين يدي رب العالمي وفي الآية في هذه السورة ثلاثة أيام بمعنى وصف الأيام يوم الخروج وقبله يوم الخلود وقبله يوم الوعيد في صدر في وسط السورة ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد وحينما يستقر أهل الجنة في الجنة ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وفي الآية الثالثة في آخر السورة في البعث ذلك يوم الخروج فإذا الأيام الثلاثة في صفتها في هذه السورة الوعيد وهو النفخ في الصور النفخة الأولى ثم الخلود الاستقرار في الجنة وقبل ذلك الخروج أي خروج الناس من أجدادهم أعني هذا في الترتيب الفعلي وأما في ترتيب الآيات فالخلود جاء أولا في بشارة أهل الجنة بدخول الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ووالدين والمسلمين من أهلها وأن يجعلنا ممن ينادى في القيامة وفي الجنة أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود قال في هذه الآية يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونمي يعني كما حصل بعث الناس من قبوره وقيامهم لرب العالمين وخروجهم من قبورهم وأجدادهم فإنا قادرون على أن نحيي الموت فإحياء الموت وإماتة الأحياء كله داخل في قدرة رب العالمين سبحانه إن نحن نحيي ونمي جاء بالأسلوبين إن ونحن للتأكير أي لا أحد يملك ذلك غير الله أو لا أحد يستطيع أيضا التشكيك في قدرة الله عز وجل إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير والإحياء والإماتة تكرر غير مرة الاستشهاد لها والاستشهاد أيضا للبعث بعد الموت وأنه أهون على الله من ابتداء الخلق وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير فالمصير لله عز وجل وقدم المعمول هنا وإلينا التقدير والمصير إلينا قدم وإلينا المصير لتأكيده والاهتمام به ولفت قلوب المخاطبين إلى الاستعداد له يوم تشقق الأرض تشقق قرأ الجمهور بالتخفيف وقرأ نافع وابن كثير بالتشديد يوم تشقق الجمهور يوم تشقق الأرض وقرأ نافع وابن كثير بالتشديد يوم تشقق الأرض وكلاهما قراءتان سبعيتان متواترتان يوم تشقق الأرض عنهم سراعة الأرض تتشقق والقبور يخرج الناس منها والأجداد يوم تشقق الأرض عنهم عن الناس عن العباد عن الخلائق سراعا سراعا أي مسرعين من هول الموقف ومن هول ما أصابهم وإعراب سراعا حال يعني يخرجون من القبور حال كونهم سراعا حال من الضمير في قوله عنهم وقد جاء في آية القمر سورة القمر مهطعين مهطعين يعني مسرعين مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر وفي سورة المعارج يوم يخرجون من الأجداد سراعا وهنا في سورة قاف يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك الحشر أو ذلك الموقف أو ذلك الهول حشر علينا يعني حشر الخلائق أولا خلقهم ثم إماتتهم ثم قبرهم ثم إحياؤهم وحشرهم علينا يسير يسير على الله عز وجل وليس بعسير عليه ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو دلالة على قدرته سبحانه ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم ثم جاء الآن أيضا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم نحن أعلم يا محمد تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتصبير له بالقيام بأمر الدعوة وعدم التفات إلى الخصوم والمكذبين نحن أعلم بما يقولون وكأن فيها أيضا مع التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام تهديد لهم للكافرين فمهما قلتم فمصيركم إلينا وجزاؤكم علينا وما أنت عليهم بجبار هذا بيان لحقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والمراد وما أنت عليهم بجبار قولان للمفسرين القول الأول أنك يا محمد لست مجبرا على هدايتهم لست جبارا عليهم لكي يهتدوا كما في قوله سبحانه إن عليك إلا البلاغ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر سيطر وقوله سبحانه فذكر إن نفعت الذكر وقوله سبحانه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وقوله عز وجل ليس عليك هداهم هذا المعنى الأول في قوله وما أنت عليهم بجبار المعنى الثاني وما أنت عليهم بجبار أي لا تتجبر عليهم وإنما لابد من الرفق بهم بالمدعوين حتى لو خالفوا فكأن الآية تأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالرفق بهم وعدم التجبر والتكبر والتسلط عليهم والمعنى الأول هو الأظهر لسياق الآيات الكريمات وما أنت عليهم بجبار ثم ختمت الآية وختمت السورة بالتذكير فذكر لأن هذه هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أيضا الرسالة العظيمة التي يجب أن يسلكها كما يسلكها أتباعه وهي التذكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فذكر بالقرآن من يخاف وعيد التذكير هنا يأتي بالقرآن ويأتي أيضا نافعا لمن يخاف وعيد الله ويرجو ويرجو موعوده أما من لا يخاف وعيد الله ولا يرجو موعوده فلا ينفع به التذكير ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتذكيرهم فذكر بالقرآن وقد جاء التذكير عاما فذكر إنما أنت مذكر فذكر إن نفعت الذكرى وجاء التذكير خاصا ذكر بالقرآن لأن القرآن هو العظة والعبرة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين من يخاف وعيد هذه أيضا بيان الذين ينتفعون بالتذكير وهذه صفتهم وهي ثناء عليهم ومدح لهم فالذي يخاف وعيد الله إنما يتذكر بالقرآن ولهذا تجد المؤمن دائما وهو يرجو ما عند الله ويخاف وعيده يتذكر بالقرآن يتعر يتباك يبكي يستشعر تقصيره في طاعة الله عز وجل حينما تأتي آيات الوعد وحينما تأتي آيات الوعيد يخاف من عذاب الله عز وجل ولهذا كان قتادة رحمه الله إذا قرأ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد يقول اللهم اجعلنا ممن يرجو وعدك ويخاف وعيدك وهذه دعوة عظيمة وهي أيضا امتثال لما في القرآن الكريم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ختمت هذه الآيات وهذه السورة العظيمة بالتذكير بالقرآن وأيضا صفة من يخاف وعيد الله تبارك وتعالى وبهذا يتم ما أردنا تفسيره من سورة قاف ولعلنا من باب الحقيقة حث الإخوة جميعا الحضور على التفاعل والاهتمام بهذه الآيات وهذه السورة لو يرى أن يكون هناك بحث حول هذه السورة ويكون القائمون على هذه الدروس العلمية يعدون لمراجعتها وأيضا الجوائز لمن يتفوقون فيها فهناك إن شاء الله تفسير لسورة قاف بحث يعد من قبالكم والرجوع إلى خمسة تفسير فقط لن نثقل عليكم تفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير القرطبي وتفسير الدر المنثور للسيوط وتفسير أضواء البيان للشنقيط مع هذا التفسير يكون البحث في هذه السورة من خلال كتب هذه التفسير ويقدم إن شاء الله البحث للإخوة في إدارة التوجيه والإرشاد ومن يحز إن شاء الله على الامتياز وعلى التفوق سيكون له إن شاء الله جائزة من قبل القائمين على إدارة التوجيه والإرشاد ويكون مدة تكفيهم شهر تكفيكم شهر إن شاء الله من خلال شهر ننظر في ما يريد إن شاء الله لإدارة التوجيه والإرشاد وكذا وكذا في الحديث وكذا في الحديث كتاب عمدة الأحكام كتاب الطهارة لأننا ننهيناه ولله الحمد كتاب الطهارة من كتاب عمدة الأحكام ويرجع إلى ثلاثة من شروحه كتاب توضيح الأحكام شرح عمدة الأحكام لبن دقيق العيد وكتاب الإعلام نعم إحكام الأحكام حسن توضيح الأحكام ماذا في شرح بلوه إحكام الأحكام لبن دقيق العيد وكتاب الإعلام في شرح عمدة الأحكام لبن الملق وكتاب تيسير العلام للشيخ عبدالرحمن للشيخ عبدالله ابن عبدالرحمن البسام رحمهم الله جميع أيضا عشرة أحاديث في كتاب الطهارة خليها أجل خلال شهرين خلال شهرين حتى يكون عندكم فرصة وفق الله الجميع نقرأ التفسير على العادة عشان إلا طيب وكسب للوقت نعم طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال العلامة ابن السعدي رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في تفسير هذه الآيات الكريمات في قوله تعالى فاصبر على ما يقولون قال من الذنب لك والتكذيب ما جئت به واشتغل عنهم وَلْهُ بِطَاعَةِ وَلْهُ بِطَاعَةِ رَبِّكَ وَتَسْبِيحِهِ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهِ وَأَوْهِ وَأَوْمَدْ وَأَوْمَدْ بالحق الذي لا شك فيه ولم ترى ذلك يوم الخروج من القبور الذي انفرد به القادر على كل شيء ولهذا قال إنا نحن نحيي ونميت وإلى المصير يوم تشقق الأرض عنهم أي عن الأموات سراعا أن يسرعون لإجابة الداعي لهم إلى موقف القيامة ذلك حشر علينا يسير أي هين على الله يسير لا تعب فيه ولا كلفة نحن أعلم بما يقولون لك مما يحزنك من الأذى وإذا كنا أعلم بذلك فقد علمت كيف اعتناؤنا بك وتيسيرنا لأمورك ونصرنا لك على أعدائك فليفرح قلبك ولتطمئن نفسك ولتعلم أننا أرحم بك وأرأف من نفسك فلم يبقى لك إلا انتظار وعد الله والتأسي بأولي العزم من رسل الله وما أنت عليهم بجبار أي مسلط عليهم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ولهذا قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والتذكير هو تذكير ما تقرر في العقول والفطر من محبة الخير وإثاره وفعله ومن بغض الشر ومجانبته وإنما يتذكر بالتذكير من يخاف وعيد الله وأما من لم يخاف الوعيد ولم يؤمن به فهذا فائدة إقامة الحجة عليه لألا يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير آخر تفسير سورة قاف والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا فذكر بالقرآن أيضا ينبغي للدعاة إلى الله عز وجل أن يكون محور تذكيرهم بالقرآن الكريم ويكون دائما حديثهم ومدار دعوتهم بالقرآن الكريم لأن بعض الناس اليوم وهو يسلك طريقة دعوة إما أن يدعو بالقصص والروايات الضعيفة أو المكذوبة أو يهمه تسلية الناس بالأقاويل والكلام من غير العناية بالقرآن الكريم والداعي والعالم هو الذي يكون دائما اهتمامه في دعوته وفي تعليمه يدور على القرآن الكريم هذه لفتة مهمة لأهمية أن يُعنى بالدعوة إلى الله عز وجل بأن تكون مادة الدعوة وأساليبها ومحاورها وموضوعاتها ومجالاتها معنية بالقرآن الكريم تذكير هو تذكير ما تقرر في العقول والفطر من محبة الخير وإثاره وفعله ومن بغض الشر ومجانبته وإنما يتذكر بالتذكير من يخاف وعيد الله وأما من لم يخاف الوعيد ولم يؤمن به فهذا فائدة إقامة الحجة عليه لألا يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير آخر تفسير سورة قاف والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً فذكر بالقرآن أيضاً ينبغي للدعاة إلى الله عز وجل أن يكون محور تذكيرهم بالقرآن الكريم ويكون دائماً حديثهم ومدار دعوتهم بالقرآن الكريم لأن بعض الناس اليوم وهو يسلك طريقة دعوة إما أن يدعو بالقصص والروايات الضعيفة أو المكذوبة أو يهمه تسلية الناس بالأقاويل والكلام من غير العناية بالقرآن الكريم والداعي والعالم هو الذي يكون دائماً اهتمامه في دعوته وفي تعليمه يدور على القرآن الكريم هذه لفتة مهمة لأهمية أن يُعنى بالدعوة إلى الله عز وجل بأن تكون مادة الدعوة وأساليبها ومحاورها وموضوعاتها ومجالاتها معنية بالقرآن الكريم